السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من دائما وأبدا تحلية خفيفة وسهلة ورولات مالحة تابعينا رولات الحلو سهلة وبسيطة نحضر شراب العسل كمية الماء نفس كمية سكر انظري صندوق الوصف ثم نضيف معلقتين أو ثلاثة ملاعق عسل طبيعي ثم نضيف فنليا نحضر ورق البكلاوة أو ورق الفيل الجاهز ندهن بين كل طبقة بزيت ونستمر هكذا بالدهان اشتركوا في القناة نطبق كل ورق وندهن ونستمر هكذا يمكنك وضع مكسرات مطحونة وتضيف عليها النكهة التي تريد مثل القرفة ثم لف الورق كما تشاهدين ونستمر في اللف ندهن أطرافه بالماء ثم نقطع إلى قطع صغيرة وندهن وجهها بزيت ندخلها الفرن إلى أن تتحمر ثم نسقيها العسل وهي ساخنة والعسل بارد نروش عليها القرفة بالهناء والشفاء بالنسبة رولات المالح نقطع الجبنة إلى مربعات نقطع شرائح الخبز ثم نرحيها نضرب ثلاثة بيضات نحضر ورق الفيل ندهنها بزيت نضع الحشوة نضع لحم مجفف ثم صلصة ثم جبنة ثم نبدأ في اللف ثم نغمسها في بايدن ثم خبز المرحي ملاحظة الخبز المرحي ليس الجفي بل الخبز العادي أو نضعها بدون خبز ونرش عليها حبة السوداء وسمسم نضعها في القالب ونخبزها إلى غن تتحمرة بالهناء وشفاء تابعين بالاشتراك والتعليق والمشاركة دمتم في حفظ الله ورعايته ومشارك ورعايته اشتركوا في القناة